موسيقى خذها قاعدة الحاجة للروحانية تزداد يوما بعد يوم اهلا فيك عزيز المستمع واليوم حلقتنا شوي دسمة سنتحدث فيها عن جانب ما يسمى بالروحانية انا بدي في البداية احكي لك عن طبيعتي انا مو كثير يعني اعيش هذا الجانب عندي توازن بين المسألتين لكني اميل اكثر الى الحياة المادية بسبب طبيعة توجهي في الخمسة عشر سنة اللي فاتت توجهي كثير علمي فالجانب العلمي ما في روحانية هو مبني على قضية تجريب وتجارب وأجهزة ومختبرات فما يرى ما بعد الماديات لكن طبعا كوني في العمق دائما افكر في هذا الجانب وأسألة عملت نوع من التوازن لكن يبقى مسألة الروحانية مسألة كثير عاية ما راح اتحدث عنها او شي خلنا نعطي تعريفات في هذا اللقاء حيكون كلها تعريفات لانه اذا فهمت هذه المسألة حيصير التفاهم فيما بعد كثير سهل فيما بيننا لان الاختلاف على المفردات واسع في هذه المسألة اولا خلنا نقول بان الانسان هو يسمى انسان لانه في ثلاثة عناصر عناصر الاول سهل وممكن كلنا نفهم اللي هو الجسد فحنا نعرف ونقدر نقيسه ونقدر نلمسه ونشوفه ونسمعه ونحسه فبالتالي الجسد بالنسبة لنا تشخيصه او تسميته سهله لكن ايضا نعتقد انه في شي غير الجسد كيف عرفنا هذه المسألة شفنا ان مثلا ممكن يكون انسان قاعد يتكلم يروح يمشي وكذا بس بعدين يصير جثة هامدة ما يتكلم كذا فحنا الجسم موجود بكامل القوى موجود كل شي موجود فيه القلب الكبد الكلا كذا لكن هو ما عاد يتحرك فعرفنا انه في شي اكثر من الجسد هو الذي يدير الجسد او متعاون مع الجسد او فيهما كلاهما يصبح فيه جسد فالبعض سماها روح البعض سماها consciousness وعي البعض سماها شي اخر بس احنا متفقين انه في شي وراء الجسد حتى علميا متفقين على هذه المسألة طيب والعنصر الثالث هو الذهن طيب منين جبنا الذهن ممكن يكون بس جسم وروح يعني ممكن يكون خلاص فيه جسد فيه روح راحة الروح او الوعي هذا او اي شي تسميه يصير جسم بس ليش اضفت عنصر ثالث وهو الذهن لانه احيانا نشوف انسان يكون الجسد موجود والروح موجودة يعني القصد انه هو قاعد يتحرك بس هو تماما تماما ممعانا مثل مثلا شي في علم النفس نسميه الكاتاتونيك الكاتاتونيك هذا اشد انواع الفصام وهو ان الشخص يكون موجود معاك بس مش معاك ما في تواصل بتاتا مع العالم الخارجي فنحس انه هو ذهنيا مموجود فيه روح واضح انه هو الجسم يدبر فيه الروح فقا يتحرك فيه جسد طبعا فيه جسد قاعد نشوفها نحسها نقدر ننقيسها نشوف القلب نشوف كذا نقدر نقيس الدم الاخرة لكن ما فيه ذهن مش متواجد هذه تسميها البصيرة تسميها الذهن تسميها العقل ايا كان بس هي ايضا نوع ثالث يعني ما نقدر نقول ما هي نفس الشي هي الروح لا ما نستطيع لان مرة اخرى ممكن يكون جسد بلا روح وبلا ذهن ممكن يكون جسد بروح بس بلا ذهن لك لا تكتمل العناصر للانسان حتى يكون هو جسد وروح وذهن طبعا الخلل في هذه الوحدة من هذولا يصير فيه خلل في انسانية هذا الشخص مثلا لو كان مثلا هو مش كتاتونك لكن مثلا عنده فصام فصام عادي الشخص اللي عنده فصام ممكن يعيش في الحياة يعيش في المجتمع يمارس حياته يمشي بطريقة عادية في حياته يحقق انجازات عظيمة هو عنده فصام قادر يتكيف مع هذه المسألة فهو عنده مشكلة ذهنية لكن عايش حياته فيصير عنده نقص شوي كده ممكن تكون عنده شخص عنده توحد مثلا اوكي عنده مشكلة ذهنية بس جسده وروحه اوكي ممكن يكون شخص عنده خلل في انه عنده امراض اعرف امراض نفسية احنا نصنفها ثلاثة اصناف ممكن نسميها تخلف ممكن نسميها امراض ذهانية ممكن نسميها امراض عصابية فالامراض الذهانية اللي ممكن يكون مثلا عنده اكتئاب كلينيكي أو عنده فصام فنقول والله هذا يعني مرض ذهاني المرض العصابي مثل يكون عنده وساوس قلق توتر أرق اكتئاب فهذا نقول عنده مرض عصابي والمرض الثالث عنده تخلف عقلي فحنا هنا نصنف هذا نقول عنده مشكلة ذهنية وطب جسمه ممكن يكون جسمه من أرواح ما يكون طب وروحه روحه عادية فما يعاني من مشاكل روحية ولا مشاكل جسدية يعاني من مشاكل ذهنية ممكن يكون ذهنه كثير زين روحه أوكي لكن عنده مشكلة جسدية عنده مرض أو خلل جسدي عنده يعاقة عنده مرض شيك فهو عنده مشكلة جسدية ممكن يكون عنده مشكلة روحية هو جسده أوكي ذهنه نسبيا أوكي بس عنده مشكلة روحية وهذا اللي نودنا ندردش فيه لن نعرف إيش معنى روحية فإذن حتى نقول إنسان لابد أن تتوافر فيه العناصر الثلاثة هذه إذا كان جسد جسد وذهن بلا روح ميت أو جسد وروح بلا ذهن مريض نفسي عقلي ذهن مع روح بلا جسد شبح صح؟ إذا ما كان الجسم مش موجود فهذا شبح فبالتالي ثلاثة عناصر يجب أن تكون متكمل شوية مصطلحات سريعا قبل ما أتخلص على الحلقة لأنني أبي أدخل في تفاصيل في هذا الموضوع إحنا لما نقول روحانية يعني نية عند موضوع إذا بنعرف إيش الفرق بين الروحانية وبين الدين وبين الوعي هذول أحيانا يكون خلط بينهم أحيانا نجتمعون فلما نقول الروحانية يعني نقصد فيها الشيء اللا مادي ما هو الجسم اللي أنت تشوفه بس فيه شيء لا مادي ربما يدير هذا الجسم نقول الروحانية لما نقصد فيها العمق يعني شيء أعمق من اللي حنا قاعد نشوفه نقول الروحانية لما نقصد فيها المعنى إيش معنى الحياة فهذا جانب روحاني نقول الروحانية لما يكون هذا التواصل مع الله خالق الكون نقول الروحانية لما يكون التواصل مع الكون أو فهم الكون أو ارتباط بالكون فالروحانية هي شيء أكبر منك وخارج فقط نطاق الجسد ما هو محصور بمكان أو محصور بمادة هو شيء يتعدل المادة فنسميه روحاني تتفق تختلف توافق هذا التعريف له وكل الناس يؤمنون في وجود الروحانية الفرق بينه وبين الدين الدين هي تعاليم الدين هي مجموعة ناس الدين هي طقوس هذا تعريف الدين لكن الروحانية أعمق بكثير ما تشمل قد يكون روحانية ما فيها تعاليم قد تكون روحانية ما فيها طقوس لكن الدين يجب أن يشمل على طقوس يجب أن يشمل على تعاليم يجب أن يشمل على مجموعة معرفة يقال أنتم مسلمين أو مسيحيين أو بوذيين أو ما كذا لازم نعرفهم كذا ونقول له لكن الروحانية ما تعتد في هذه المسألة ممكن يكون بوذي يقعد مع مسيحي قاعد مع مسلم معادي وممكن يكون هذا يمارس تعاليمة هذا ما عنده تعاليمة صداك عنده طقوس هذا ما عنده طقوس بتاتا فالروحانية أكثر شمولية طبعا هل ممكن شخص يكون عنده دين ممكن مثل ما قلنا يكون شخص يكون عنده دين وعنده روحانية واحد مثل جراد دين الرومي ولا مثل التبريزي ولا كلا عندهم دين ينتمون إلى دين الإسلام مثلا لكن في نفس الوقت هم المعنى الروحاني عندهم أوسع وأشمل أو أكبر فيشمل الممكن مسيحين يكونوا قاعدين معاهم ممكن أديان أخرى كذا ما عنده هذه النظرة الدين بالنسبة له هو علاقته بينه وبين ربه لكن الروحانية تشمل البشرية كلها المفهوم الثالث هو الوعي هم يخترط ساعات المعنى والوعي هو معناته أن أنا أعي ما في الداخل أعي ما في الخارج وأعي العلاقة بينهما يعني أنا ساعة أتعرفها بشكل بسيط أقول بالداخل يعني أنا عارف المشاعر الموجودة داخل الأحاسيس الأفكار لأن هذا مو أنا هذا الجسمي أو ذهني اللي أنا أستخدمه من أفكار ومشاعر وأحاسيس وكذا وعي الخارج يعني أي شيء اللي قاعد يصير في الخارج فأقدر أفسر الأحداث اللي قاعد تحصل وأفهمها وأعي العلاقة بينهم يعني شيء اللي أنا أبي من هالداخل لتحقيقه في الخارج فما الذي أريد تحقيقه هذا تعريف للوعي أنا راح أكمل أكثر في هذا الموضوع لأنه فيه تفاصيل وتفاصيل عميقة ومهمة فتابع فيه لقانا القادم بإذن الله خذها قاعدة بأن الحاجة للروحانية تزداد ترجمة نانسي قنقر